الربط العشوائي والتلاعب بالعددات وصرقة الطيار الكهربائي كلها تصارفات لا مسؤولة من قبل المخالفين وصارقي أيضا الطيار الكهربائي حيث نتيجة لهذا تكبت شركة الكهرباء بخسائر كبيرة تزيد قيمتها عن 220 مليون شيكل سنويا مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات التي تقدمها الشركة لجمهور مشتركها وتعرض حياتهم أيضا للخطر بشكل أساسي نسمع أكثر تفاصيل حول صرقة الكهرباء معنا الدكتور المهندس زياد جويلس وهو مدير فرع رام الله في شركة كهرباء القدس بإمكانكم أيضا مشاركتنا بمزيد الأسئلة والاستفسارات من خلال الأرقام الهواتف التي ستظهر على الشاشة طيلة هذه الفقرة الله صبحك بألف خير صباح الخير كيف أصبحت؟ شكرا جزيلا يعطيكم ألف آفيا وشكرا على الاستضافة بداية نريد أن نسمع أكثر عن أزمة صرقة الكهرباء كيف تنعكس على أداء الشركة وأيضا تقديم الخدمات للجمهورة يعني شكرا لكم أولا أنه حقيقة ظاهرة هي أكثر من أزمة وقد تصل إلى كارثة بصراحة قضية سرقة الكهرباء أو الربط غير القانوني أو الربط العشوائي أو العبث هي ظاهرة مع الأسف متفشية على شبكات شركة كهرباء محافظة قدس في جميع مناطق امتيازها الحديث يدور عن الربط غير فني غير سليم يتجاوز الحمايات الموضوع أصلا حماية المشتركين يتجاوز التخطيط المخطط له من حيث كمية التار المستهلكة وبالتالي نتحدث عن ظاهرة في كل المعايير تؤدي إلى خلل وبعد اجتماعي الجانب الديني طبعا لا أريد الخوط فيه تم الحديث في الأمر لكن فنيا هناك خطر داهم يدخل على البيت من حيث لا يدري السارق يشكل خطر على أسرته وأطفاله لأنه يكون بهذه الحالة تجاوز المفاتيح الكهربائية والحمية الكهربائية مما يشكل احتراق أو تجاوز للتيارة لو تحدثنا عن تكلفة هذه السارقات سنويا كما ترصدها شركة الكهرباء كذلك يعني مع الأسف هو نزيف كبير زي ما تفضلته هو الرقم يعني يمكنه هو بازدياد مع الأسف رغم يعني المحاولات الشركة الحديثة باستخدام التوعية أولا والتفتيش والمتابعات ثانيا وعملية اللجوء إلى القضاء والقضاء الفلسطيني الحقيقة في الفترة الأخيرة تفاعل بشكل جيد على مستوى محافظة رمالة تحديدا اللي أنا مسؤول عن محافظة رمالة والبيرة هناك سجن للعديد من الحالات التي كان فيها سرقات تكلفة بصراحة هي تؤدي إلى فاقت فني وتؤدي إلى خسائر مالية وتؤدي يعني الخسارة هي أخت الكريمة ليست مبالغ مالية فحسب هي كمان بالجودة بمعنى آخر من يسلق التيار على شبكة معينة يؤدي إلى ضعف الجود على جاره الملتزم والمرتبط بشكل جيد طبعا أنا بس بدي أضحض نظرية أنه من يسلق التيار جاره الملتزم يدفع عنه هذا الكلام الصحيح جاره يدفع فقط ما يستهلك لكن فنيا يتم العبث بالشبكة وبالتالي ما يخطط له أنه مغذي معين عليه عشر خدمات السارق لن يكون عنده وازع أو حساب أو تقييد للاستخدام وبالتالي يستهلك عن نصف العشرة دوري وبالتالي بتضعف الجهد وتصل الكهرباء مش بموثقية عالية عند الآخرين الملتزمين فهم عمليين بتأثروا بالجودة والنوعية اللي واصلتهم ولكن الفاتورة بتضلها بقدر ما تم استهلاكه من العائلة فقط يدفعوا ما يستهلكوا طيب لو سألت عن المناطق عادة من خلال اطلاعك أيضا نتحدث الآن يمكن عن مدينة ترام الله بشكل محافظة ترام الله عفوا ولكن أكيد كمان هذا الموضوع بنطبق على باقي المحافظات أي المدن بظهر عادة أو أي المناطق اللي بظهر فيها سرقات أكثر؟ يعني بدناش يشعر في أولا من نقدرش نعمم حقيقة يعني محافظة رام الله والبيري طبعا شركة كهرباء محافظة القدس لديها أربعة فروع رام الله والبيري بيت لحم أريحة والأغوار والقدس رام الله والبيري تكون من ما يعادل 85 بلدية مدينة وقرية ومجلس وحقيقة مع الأسف كمان مرة أنا لا أعمم ولا أتهم جميع مشتركين يعني الصفة النهرة في الشعب الفلسطيني هو جيد معطاء ليس سارقا للتيار لكن مع الأسف المخيمات نوعاني في سرقات تيار يعني عدا عن قضية التخلف عن الدفع يعني هناك تجاوز وربط غير قانوني في المخيمات لأسباب أنا أراها أنه يعني غير وعي لدى الناس يعني بدون ما أحدد مدن أو قرى لكن بقول المناطق شمال غرب القدس في شوية يعني السرقات أعلى من المناطق الأخرى وإلى حد ما هناك سرقات لكن قد تزيد أو تقارير حسب المنطقة هل تظهر بمواسم بشكل أساسي يعني إذا حكينا عن موسم الأعراس في الصيف أو حتى بفصل الشتاء هل في مواسم محددة بظهر فيها السرقات بشكل أكبر شوفي هو السرقة يعني متواصلة يعني عملية ongoing process ما شيعني لكن إذا يعني أصيغ بتسمحي لي سؤالك أنه ما هي التداعيات بالشتة طبعا بتزيد كتير لأنه احنا بنعرف أنه اللي يرنده سرق الطيار بروح فقط بيجيب صباط بيشتري ثمنها اللي هو السن الابتداء وبعدين لن يقلق بالتكلفة التشغلية وبالتالي بصير ضغط كتير وتحميل زايد على الأحمال وعلى الشبكات وهذا الأمر بيؤدي إلى ضغوط على الشركة يعني فصل الشتاء والفترة اللي بتكون فيها حر جدا شهر 7 و 8 في الصيف كمان استخدام المكيفات يعني عملية سريقة لا حدود لها لا قيود عبث على قاعدات اللي بلاش كتير منه نتابع أسئلتنا ولكن معنا اتصال تفضلوا فاطمة من رمالله صباح الخير صباح الخير لكم كلكم تفضلي بدي أشارك بالله بالبرنامج عشان الكهرباء تفضل انت على الهواء والأستاذ الدكتور المهندس زياد ده سامعك تفضلي مرحبا تفضلي مسموع فاطمة تفضلي بالله لو سمحت بدي أحكي للأستاذ زياد أول شيء عن سركة الكهرباء وكثير بتصير إنه لأنه في موظفين من شركة الكهرباء كرايب فبيغطوا على بعضهم ثاني إشي بطلب من حضرته إنه لما بدهم يقطعوا الطيار الكهربائي على حدا يعني كثير منيح وبشكر كثير أنا عجهودهم بس إنه كمان يبلغوا أصحاب البيت يعني إذا مش موجودين مثلا يحكوا تليفون أو أي وسيلة بس مش يجوا أصحاب البيت نفرضهم سافرين يعني بتخرب كل إشي في البيت واللي يبلغوهم إنه مثلا بدنا نقطع الكهرباء إذا متأخر عليهم فاتورة أو تنتقل بس هناك كثير عليهم ديون ما بقطعوا الكهرباء عنها لأنهم بكونوا لهم جزء حدا بعرفوه بشركة الكهرباء شو شكرا كثير شكرا ليلك إذن تحب نجيب على هذا السؤال بداية ونستكمل أيضا أسألتنا الأخرى بالحديث عن الأقارب يعني هل ممكن يكون فيه تجاوزات يعني شوفي يعني من الضرش كمان مرة نعمة قد يكون فيها أقارب لكن الشركة مثلا مستوى فرق رمالله في 220 موظف بالتأكيد إلهم أقارب وفي ناس ما إلهم مش معارف لكن اللي بقدر أكده إنه عملية الكشف عن السرقات هي في عندنا فرق تفتيش فرق التفتيش تأخذ الأمر العشوائي التخطيط العشوائي يعني بتم تكليف كل فرقة مكونة من اثنين أو من ثلاثة من الموظفين والعملين والمهندسين فنين بنطلقوا إلى مكان وفقا لخطة توضع من مهندس تفتيش ومن مدير دائرة ومني أنا بإشرافي كمدير فرق وبالتالي الحديث عن تخطيط بإرسال الموظفين للتفتيش هلأ لا يخلو الأمر من علاقات هنا وهناك نحن ما أمكن نحاول إننا نكون دقيقين شفافين مهنيين لكن إحنا أي حالة موجودة فيها يعني يرى إنه تم فيها المس بمصدقية أنا على استعداد من خلال التواصل مباشر مع مكتب إني أسمع عنها وأنا بنتهز المناسب إني أشكر بعض الناس اتصلوا في مكتبي مباشرة يبلغوني عن حالات سرقة تمت في بعض الأماكن أو المناطق بدون ما يعرفوا بنفسهم وروحنا وكان في حالات سرقة فعلا وفي حالات لم تكن صادقة هذا كمان بوجه دور المواطنين ممكن يكون مهم في التبليغ في الشقة الثانية من السؤال التي توجهت فيه أيضا السؤال عن بتمتق قطع مرات الطيار الكهربائي عن عائلات بدون تبليغهم بشكل أساسي يعني هم بتفاجأوا بس يدخلوا على الدار إنه فيش طيار كهربائي يعني مش دقيق هذا الكلام لأنه أصلا القطع الطيار الكهربائي لا يتم إلا بعد إنذارات بداية اثنين بالنسبة للبيت ونحن نشدد إدارة الشركة ونحن نشدد إنه لن تقطع الكهرباء قبل مثلا ثلاث أو أربعة فواتير يعني تتحدث أنت عن أربعة أشهر خمسة أشهر يعني مش شهر ولا شهرين ولا ثلاثة فهل اللي تقطع الكهرباء عنه حقيقة بيكون إلو ثلاث أربعة أشهر مش مش قادم على الشركة يدفع على وعلى ذلك مرات كثيرة في ناس بيكونوا مسافرين أو مش موجودين نحن نخاف أن نترك الطيار شغال ويصير سرقة ويصير جعول أنا كنت مسافر يبرز لنا وثلاثة أن أنا كنت مسافر وبالتالي هو يتنصل من عملية السرقة وبالتالي نحن نكون وقاية إلوه ولا الشركة إلونا نقطع مع ذلك أي واحد عنده أي شكل على استعداد للاستمعالها لن يتم قطع طيار على فتورة ولا فتورتين وفي حالات ثلاثة كمان نتجاوز بنفس الوقت على مبالغ كبيرة فأتمنى أنا اللي علي إله مبالغ حتى لو عنده إشكاليات تفضلوا أنا على استعداد لجدولة المبالغ دون أن يتم القطع موضوعنا اللي نتحدث فيه كمان بالإضافة لهذه النقطة كيف تكشف الشركة الكهرباء عن وجود السرقات؟ ممكن أن السرقة تمتد لعدة أشهر وعمليا فيه تكلفة على الشركة وعلى أصحاب أيضا المنطقة يعني فعمليا كيف يتم الكشف عن وجود سرقات؟ يعني سؤال مهم أختي الكريمة فعلا هو الكشف يصير بعدة نواحي مثلا نتحدث عن استهلاك للطيار بالغالب أنا في عندي برامج حسوب أستطيع بين الفترة الثانية وفيه فرق متخصصة في العيتي بهالكلام إنه والله فيه استهلاك معين قل عن قيمة معينة أو عن نموذج معين بالاستهلاك بتم اللي عايز بتفتيش هذه الخدمة يعني إحدى الواسال أنه أنا أشوف استهلاك X من الناس كان على مدار معين بـ 300 شكل بالشهر مرة واحدة بيّن المنحنة أو الكيرف أنه نزل عن هذه القيمة هذه إحدى الطرق طرق ثانية قد يكون أنه عنا جباههم ما يصلوا إلى كل المنازل وكل المتاجر والمنشات إذا لاحظت قراءته أي شيء بكتب في تقريره في التالي بتم التفتيش عددات الدفع المسبق إحنا عددات الدفع المسبق بتعرفي 30% شكل على مستوى رمالله في ناس مع الأسف نحط عددات الدفع المسبق حتى نساعدهم يرشدوا الاستهلاك لأنه نتفاجأ أنهم بيجاوزوا العداد وبصرقوا عددات الدفع المسبق أنا ألحظه بقدر أشوف مين ما شحنش له ثلاثة شهر لأصل إنه يجيش عن عندي بمعدل مية شكل أقلها في الشهر هلأ له أربعة شهر خمسة شهر ما شحنش من مرة فهذا مدعا لي أني أنا أضرب يد وضوء أحمر أمامي وفي كثير حالات رسدوها بهاي الطريقة طبعا تمام وفي حالات حقيقة أنا يعني يجب أني أشكر الروح الأخلاقية لدى شعبنا حالات يعني لا تمثل نسبة كبيرة لكن يتم الاتصال بنا إما بتعريف الشخص أو بورقة أو بكتاب أو بإيميل بوردني أنه في حالة معينة وهكنا نضبطها طبعا عادة ما الإجراءات إذا عرفتوا أنه هاي العيلة عم تسرق إيش عادة تعملوا؟ بالخطوات الأولى يعني الصحيحة الخطوة الأولى بيذهب فريق التفتيش ليتأكد من العملية فنيا لن يتم الاتهام بسرقة إلا إذا فيه شيء فيزيائي واضح بمعنى آخر فيه عملية عبث فيه عملية اختراق عملية ثقب للساعة عملية توصيل غير قانونية يتم مباشرة سحب العداد وقطع التيل الكهربائي لأنه فيه خطورة الآن موجودة ويطلب من المشترك مراجعة الشركة في الغالب نميز فيه غرامات سرقة تميز بين البيت والمصنع أو المتجر وبنفس الوقت بصراحة إذا ما التزم خلال الأيام الأولى من ضبط الحالة السرقة والعبث أنه يدفع الغرامي اللي عليه بصراحة الغرامي تصل إلى 1500 دينار أو أقل أو أكثر رح نزغل عن هذا الموضوع ولكن رح نستقبل اتصال من حاتم من مدينة رمالله تفضل حاتم السلام عليكم عليكم السلام حاتم من رمالله أول شيء أصبح عليكم من خيال إن شاء الله فيه سؤال واستفسارات حول قضية القطار الكهرباء فيه ناس عندها أو فيه كثير من الناس بيكون عاطين عمل وفي نفس الوقت بيعملوا بطريقة ما يعني بعملية انتظام في دفع الكهرباء بس ولكن فيه موظفي الشركة يعني بتعاملوا بهذا الموضوع من خلال يعني زي يعني عملية الضغط على الناس بصير فيه حوار فيه ناس صادقة من خلال دفع الفواتير وفيه انتظام يعني بيحاول برمج نفسه بدون يعني هو بيعمل برنامج لنفسه بدون ما يكون فيه فرض عليه من الشركة وفيه ناس في نفس الوقت عليها مبالغ عالية ما بيتم القطع الكهرباء عنها هل كان عندك تجربة حاتم بتحملينك؟ نعم نعم أنا كانت تجربة شخصية معاي بعمل عملية انتظام وأنا عاطل عمل منذ أربع سنوية طبعا بعمل برمجة كيف بدبر الأمور من خلال يعني زملاء من خلال مثلا من أولاد لأيه اللي ممكن يساهم ويدفعوه بس فيه هناك الواحد مضغوط يعني هلأ إضافة لا يد منه بيستغرب الإنسان يعني انه فيه المخيمات المخيمات صارت شماعة وكثير ناس يعني موجودين سكان مخيمات وكهرباء البلد بنفس الوقت في مثل وفئة بالفئة الفئة مستفيدة وفئة يعني بتستفيد من طابقه حتى من الساكنة في المخيمات تمام حاتم إذا بتحب تسأل كمان سؤال أو أنه رح نسمع نعم هاي مشكلة المخيمات هي صارت شماعة عند شعبنا كليات والشركة ما بعرف كيف كنت عامل في هذه الأمور إضافة لهذا أنه منطقة الكدس في نفس الوقت أنا عندي بيت في الكدس مستاجر بيت مستاجر بيت في رمال الله في منطقة الكدس كمان ما براعه ظروف الناس والأمور زي هذا مع العلم نحن نحن نحكي عن صمود الكدس وما الكدس ما العمل أشكرك جزيلا شكر على المداخل نحن نسمع الإجابة مباشرة نتفضل أستاذ تحب تعلق على المداخل يعني اللي بقوله يعني حقيقة أنا أول شيء هذه شركة وطنية شركة يوم ما بتروح بتقطع الكهرباء بيكون عليها التزامات نحن لا نولد الكهرباء ولا ننتجها نحن نشتريها من إسرائيل للعلم ونشتريها بسعر غالي جدا وبفوائد تأخير يعني كل تأخير على أي فاتورة هو بترتب عليه فوائد تدفع على شركة الكهرباء ولذلك عندما نقطع التيار بيكون إحنا مضغطينه زي ما قلت إحنا نعطي نعطي عشرين يوم على الفاتورة يعني حقيقة يوم أنا بطلب الفاتورة اليوم ببقى باع معه المشرك عشرين يوم يسددها بدون فوائد الآن قطع التيار بيصير تحت ضغط زي ما أنا حكيته وتنين يعني ما بيكون بعد فاتورة أو تنتين أو تلاتة ومع ذلك اللي عنده إشكالية نحن على استعداد لبرمجة تزعليه ديون سابقة وإذا بتسمحيلي بس يعني على قضية المخيمات اللي ذكرها على المخيمات إحنا متلقين للموضوع مش مرسلين إلا يعني إحنا كشركة كهرباء نزود المخيمات بالكهرباء لكننا لا نتلقى مقابل ذلك شو اللي من قدر نعمله يعني فيه طبعا إطار اتفاقيات ما بين الحكومة الفلسطينية وما بين شركة الكهرباء وشركات التوزيع بشكل عام وهذا الأمر قيد التفكير لكن أنا بقول ويعني بشكر إذا بتسمحيلي من خلال فضائتكم المحترمة إنه الآن فيه اتفاقية بدأت من 1-1-2013 اللي في المخيمات عليهم ديون مهما بلغت مئات آلاف الشواكل بتفضلوا على شركة الكهرباء كل هذه الديون بتم تذميمها على السلطة تسقط وبيدفعوا فقط لـ 2013 وديون لـ 2013 بنركب لهم عدات دفع مسبق وبالتالي بصيروا مواطنين ملتزمين صالحين على جانب الآخر غير المخيمات 50% من ديونهم السابقة لـ 31-12-2013 تذمم يعني عليهم خمسين ألف شكل خمس وعشرين ألف شكل بتنام عنهم والخمس وعشرين تنين بتفحهم وإذا ما قدرش تفحهم من جدولة إياهم يصبح ناخدهم عندما يشحن في عدات الدفع المسبق هناك تسهلات لكن بعرفش الناس يعني بس نرجع نعلاق على الموضوع اللي ذكر وليممكن هذا بواجهكم بشكل كتير كبير وهون مش عم بنحط اللوم ولكن نسمع الإجابة أنه في كتير من العائلات اللي فعلا مع أزمة اقتصادية تأخير الرواتب في قطاعات مختلفة هل في تسهيل للموظفين للمنازل بيت ترتيب يعني آلية دفع أيضا اللي كمان يكون فيها يعني عارفين أنه هذا الشيء خدمة هي تقدم لازم كمان يتم دفع دفعها ولكن هاي في تسهيلات في هذا الاشياء لأنه أكيد بتوجهكم هاي المشكلة بالتأكيد زي ما تفضلت يعني خلينا نوضح الموضوع كتير نصله لمجموعتين مجموعة عليهم ديون سابقة كتيري وعطيت الإطار اللي ممكن حلوها يعني من عشر سنوات واحد مش ملتزم أعطيته إطار أسهل عليه أجدوله وفي الاستهلاك الحديث أو الحالي الاستهلاك الحالي الحالات خلينا نقول الاجتماعية والحالات الميسورة استهلاك بالتأكير ما بيكون كتير تتحدث عن يعني متوسط مية وعشرين شكل مية واربعين شكل أنا لا أرى يعني أنا مش بدي أدخل بالجانب الاقتصادي الوجداني لكن أنا لا أرى أنه مية وعشرين شكل بتكون ثقل على ناس في أي علا فيه بليفونات وفيه دخان وفيه كذا تتجاوز هذا الرقم ومع ذلك في حالات اجتماعية نحن نعطي لحد مية وخمسين شكل إذا جاب من الشؤون الاجتماعية أنه بحاجة إلى مساعدة ومساهمة من الشركة عودة إذن للنقطة اللي كنت أتحدث عنها هي يعني الإجراءات اللي بتم اتخاذها للأشخاص اللي بتم سرقة الكهرباء ذكرت أنه بتم تبليغهم بتم استدعائهم أيضا بتم فرض ضريبة ممكن أن تصل إلى ذكرت مية وخمسين أو ألف وخمسين يعني هي شوف في حسب يعني في الغرامة يعني السرقة فيها لها ثلاث مجموعات من الدفع اللي بترتب على المشترك ودرور للمشتركين يعني من خلال كمان فضائتكم تكون واضحة أولا غرامة ثابتة ستة الاف واربعمية شكل إذا كان منزلي تمنتلاف شكل إذا كان تجاري هذا مجرد معرفة؟ مجرد إذا فيه عبث في العداد لو كان مبارح يعني لو رصيد استخدامه لحد مبارح طبيعي وأنا لقيت فيه عبث يعني فيه تخريب في العداد هذا المبلغ المركب الثاني بتكون عبارة عن العبث اللي تم إذا على كابل أو على عداد ثمنه والثالث إذا كان هذا سألتيني السؤال إنه هل من سنة أو من ستة شهر وكذا بيبين عندي معدل الاستهلاك نحن على نموذج الاستهلاكي اللي هو بالتالي بيبين عندي أديش الفترة الزمنية اللي كان فيه في هذه السرقة وبتكون هذه المركبة الثالثة بدو يدفع بايدها هذا البديل اللي هو المالي إذا ودياً إيجع على الشركة إذا لا خلال فترة قصيرة أسبوعين ثلاثة بالكتير تحول القضاء من خلال مكاتب استشارية ومحامين قانونيين للشركة وهم موجودين يعني وأساذة يعني محترمين ويروح للقضاء وفيه العديد من الحالات بصراحة اللي تم الإعاز بالسجن وفيه مادة من أضني مادة 32 قانون الكهرباء العام تم تعديلها لأنه كانت قديماً بصراحة بأربعين دينار يستعين عن السجن والآن صارت سجن أربع أشهر أو غرامة بمبلغ هل في التزام حكيتنا كيف أنتوا تطلعوا أنه يتم معاقبة أو محاسبة من قام بهذه السرقة الكهرباء ولكن هل هذا بتطبق على أرض الواقع هل الناس تلتزم بدفع هذه الغرامات والالتزام فيها وإذا ما تصار هيك إيش كمان تعملوا يعني في هذه الحالة يعني هون نحكي عن حالات يعني واحد يحب يحل المشكلة ويسوي الوضع في إلي صلاحيات كمدير فرع أنه أعمل له تخفيض أعمل له جدولة بحالات معينة مع أنه هون فيش جدولة يفترض أن يكون نغضي حالات معينة نحن من ركب لهم عدد دفع مسبق ومن رأيهم بالديون السابقة لكن بالنهاية ما فيش السرقة لا يوجد أي تنازل عن الغرامة على الجانب الآخر القضاء يعني أشكر الحقيقة الشرطة الفلسطينية والقضاء عم بتفاعله لكن أخشى أنه يعني مش على قدرة كبيرة في معالجة كل قضايا السرقات المعروضة والمتاحة أمام المحاكمة فالقضاء يعني دوره مهم في هذا الجانب طب لو تحدثنا عن هل الحل الوحيد هو القضاء أم أنه فيه بتتخذوا إجراءات أخرى مثل تركيب يعني أو تركيب عددات أو ما شابه يعني لجوء إلى حلول أخرى غير القضاء خاصة أنه فيه كمان أزمة في موضوع القضاء يعني هو متعاون مع شركة الكرباء ولكن كمان فيه مماطلة في عملية أخذ القرارات بشكل حاسم كمان هذا سؤال مهم شكرا إليك حقيقة نعم نحن يعني القضاء نلجع له كخطوة أخيرة مش بس لأنه يعني نقصانا بتقديره بس احنا ما منحب كمان يصير يصير مناكفات بينه وبين مشتركين بضل مشتركين ونحب دائما يكونوا عندهم رضا عن الشركة الوسائل الفنية كثيرة إحداها تركيب عددات الدفع المسبق زي ما قلنا بتصعب الأمور تغيير الشبكات إلى كوابل صعب العبث فيها أو الجرحة أيضا العددات الذكية اللي بتقدر تقرأ عن بعد الاستهلاك والعبث فيها صعب عددات إلكترونية بأي لحظة بتتم عبث فيها تعطينا إشارة للشركة للمحطة وبالتالي بنعرف أنه صار عبث الآن فيه في التفكير أنه نحط بعض العددات في الأماكن اللي فيها سرقات كتير في خزانة برى البيت برى المنشأة وبتكون محصنة وبطلع الكابلة وبالتالي من أي مكان عمل عليه عبث بيكون هو تحت ملكيته يعني وسائل الفنية ما أمكن للتقليل من طب هل يعني من خلال متابعتك أيضا ومدير مشرف على هذا الموضوع في محافظة رام الله والبيري هل لهذا الموضوع عم يكون فيه منحة الازدياد أم في هناك حصر لهذا الموضوع وبالتالي تقليله يعني حقيقة يعني الأحصائيات تقول أنه لا فيه مع الأسف يعني بديش يقول في ازدياد بس فيه ظاهرة موجودة بشكل النسبة يمكن تصل إلى 15-17% فاقد على الشبكات من السرقات يعني هذا لا يفوتر يعني فيه فرق بدنا نميز بين السرقة أنه أنا رحت قطعة الكهرباء على واحد وعنده عداد بيلوف أو شغال ويجي ربط الفيوس كمان مر بضاء العداده يشتغل بس هو بالنسبة إلي مقطوع بس بقدر فيما بعد أحاسبه لكن فيه ناس تتجاوز العداد بل فيه إشي أخطر من هذا وهذا بشكل خطر على المشتركين أنه ببني البيت وما بتقدمه أنه شركة الكهرباء يطلب خدمة بربط على الشبكة مباشرة هون بفقد شغلتين لا يتم بحص المنشآة فنيا ويدخل خطر داهم على بيته وعلى أسرته والنقطة الثانية أنه إحنا ما منقدر هذا أسمه فاقد فني إحنا ما نشوف رح نكمل تفاصيل أكثر معنا لاتصال إسماعيل من القدس تفضل صباح الخير صباح النور إحلان يعطي كل عافية الله يعافيك بدي أسأل الأستاذ بخصوص مساهمة لإنارة الشوارع ولا مرة ولا شهر ولا فطورة بتجيني نفس الشيء رغم أنها بتجيني 23 شكل مش عارف أنا ليش هذا التسعير المساهمة الآخر موضوع الشك يوم برجع من البند ليش بخصمه 80 شكل خصم 80 شكل توضحنا أكثر؟ نعم وأنا عندي تفويض بنكي ممكن تحكينا عن النقطة الثانية النقطة الأولى هي موضوع إنارة الشوارع والنقطة الثانية توضحنا أكثر؟ عندي تفويض بنكي هلأ يوم رجع الشك أجاني 80 شكل على الشك ترجيع ما بعرف منها من البنك أو من الشركة تفويض بنكي تمام إسماعيل شكراً على المداخل رح نسمع حالة الإجابة بشكل مباشر تفضل سأل عن نقطتين نقطة أقولها عن إنارة الشوارع المساهمة في إنارة الشوارع ومن واضح أنه حسب ما ذكر كل مرة بتيجي بسعر مختلف هو بسعر مختلف ولا بسعر ثابت؟ هو بيحكي أنه من أصل تختلف هي الأصل تختلف إنارة الشوارع طبعاً حتى يكون الأخسال والمشتركين بالصورة إنارة الشوارع بالغالب تقسم على المشتركين طبعاً عملية تقسيم على المشتركين هي نقطة مهمة جداً لا تتم إلا بطلب من المجلس أو من البلدية تتم بالإعلان بالصحف ثلاثة أيام وتتم بالمصادق أنه ما فيش اعتراضات إذا كان هذا الأمر كذلك بتم توزيع مصاهمات الإنارة على كل المشتركين في المنطقة المحددة الآن فيه عددات يعني ما فيه شو اسمه تقدير لإنارة الشوارع ولا فيه شو اسمه عبث ففيه عددات على إنارة الشوارع على الخطوط والمغذيات هاي العددات تقرأ زي هاي خدمة في البيت طب بس مش من المفترض إنه بالتحديد موضوع الشوارع يعني معروف الساعات ومعروف عدد الساعات وبالتالي هذا الشيء ثابت مش زي البيوت يعني ممكن يختلف لا بس بالتأكيد إذا منحكي عن فصل الشتاء أخت الكريمة الشارع يمكن إذا يشتغل على الخلية الضوئية يمكن الساعة أربعة أربعة ونصة يكون الدنيا بدأت تتعتم والإنارة تضوي والضلة تانيوم الساعة ستة بالصيف يمكن الساعة ثمانية يكون الدنيا فضى ما تكون إنارة الشوارع ما بتشتغل إنه واحد بضوها وبطفية هي بتشتغل على نظام أوتوماتيكي نظام الخلية الشمسية ونظام تايمر فهذا التايمر يغير وفقا للصيف والشتاء حسب الموسم ذكرت في البداية إنه هذا ما بيتم إلا إذا بموافقة المجلس المحلي فإنه عمليا إسماعيل بهذا الاتصال ممكن يعترض كمان للمجلس المحلي إذا كان فيه اختلاف واضح إذا عنده مشكلة لا وممكن إنه يعترض ممكن يكون فيه عندنا يعني بيكون ممكن يعني أنا ما بن في الهي إنه مرة من المرات ما قرأوا عددات الإنارة وبالتالي عملوها تقدير على قراءة سابقة لمدة شهرين أو ثلاثة وبالتالي ممكن بس إذا الظاهرة يعني مزيجة ومورقة لو ثمانين شيكل اشرح لنا أكثر ووضح لنا كمان إيش المقصود التفويد البنكي بالحالات اللي المشترك لا يرغب فيها إنه نركب له عداد دفع مسبق بتم تركيب عداد بس عشان إحنا كمان يعني نخفف إشكاليات إنه إيجا دفع فاتورته وما دفع له لها دي العلاقة الإخوان سألوا إنه ليش تقطعوا بدون يعني ما تعطونا بيصير من قوله عطينا تفويد بنكي فبيجيب لنا تفويد بنكي الاثوريزيشن من البنك اللي إله إنه كل شهر تخصم الفاتورة أوتوماتيكيا من حسابه في البنك فبتصير شركة الكهرباء تفويد البنكي هو إشعار منه للبنك إنه لا منع لدي إنه شركة الكهرباء تغططع المبلغ اللي بيجي وفق للفاتورة يعني مصادقة أو تفويد خلينا نسميه هو اسمه تفويد بنكي وبالتالي هذا بيصير إنه كل شهر قديش فاتورته بتم الاقتطاع بحالة ما كانش فلوس ما كانش إله نقود في حسابه يدفع الفاتورة التي تحقت لأن الشركة بدها هيها أصلا فبيرجع هذا كأنه البنك بقول إنه كانه شك راح ورجع هذه رسوم اللي تدفع من الشركة للبنك على أساس إنه ما كان فيه الرسوم وبالتالي نحن بنعاوض نطالب المشترك يدفع فيها اللي كان أولى فيه إنه يضمن إنه المبلغ يكون موجود في البنك وهذا ما يبرر وجود الثمانين شكل يعني نعم هلأ بحالات معينة إذا كان فعلا فيه فلوس والبنك أخطأ يعني رد الأمير أو الشركة لسبب يتعلق بالشركة وفي حالات معينة إحنا بنعاوض من رد المبلغ فممكن يكون فيه خطأ فيها بحالات نادرة هذه عملية يعني محاسبية إلكترونية بتصور بحالات نادرة إنه فلوس موجودين بس يعني الفاتور استحقت اليوم بينما المبلغ دخل بعد ساعتين بيبين إنه ما كانش فيه مبلغ بحالات نادرة هاي وإحنا بنحلها طب يعني تحدثنا يمكن عن الخسائر في سرقة الكهرباء على الشركة تأثيرها أيضا عن المواطنين الآخرين من ناحية الجودة والنوعية اللي بتوصل الموارد عمليا عن متحدث عن الموارد المادية هل فيه تأثير وخطر على حياة المواطنين في حال سرقة الكهرباء نعم هو أول شيء خطر حقيقي يعني بعيدا عن التكلفة المالية وبالنهاية الاقتصادية هو فيه خطر فيه خطر دائم زي ما حكيت لك واضحة كمان مرة حتى بعض الناس اللي بطلبوا يعني مع الأسف في بعض الكهربائيين سواء مرخصين أو غير مرخصين بيجيب بيقدم خدماته مقابل 200 شكل أو 300 شكل وليس سر يعني هذا أذيعه وبيقول صاحب المنشى أنه أنا استطيع أني أربط لك بدون شركة الكهرباء إحنا فرقنا يوم تعمل على شبكات الكهرباء تقطع الطيار تكون متميزة بالسلام العام والعدد والتجهزات اللازمة هناك لا يتميز بهذا الأمر لا يقطع الطيار لأنه لا يستطيع أنه يقطعه بالتالي بيعبث خطر على اللي بيقوم بالعمل وبنفس الوقت خطر على الناس اللي بيستهلكوا الكهرباء يعني شركة الكهرباء كتير يجب تسمع بوله ساعة التست مربطوا ليش كلمة ساعة التست مربطوا ليش لأنه فحصوا المنشى من الداخل اللي قيوا بعض المحلات فيها خطورة على ستة البيت اللي يفترض ما بتعرف بالكهرباء أو الطفل اللي صغير ممكن يجي يمسك شيء معين فإحنا نحرص أنه يكون فيه شيء يسمعه نظام التأريض الحماية ضد التكهرب ضد التسريب الأرضي هاي كل هالفاحص بضمنها يوم ما يكون فيه سرقة هذه اللي لا تتحقق الخطر بيكون موجود فيه حالات وفيات صارت كثيرة بصراحة في الأمير لم نعلم فيها لأنه لم يعلنوا عنها لأنه كانوا عارفين أنهم بعملوا فيه خطر نعم فيه خطر أنا بتمنى أنه يعرف اللي بوفل له شوية فلوسي الآن قد يشكل خطر على عينته وعلى ابنه وعلى بنته من حيث لا أدري متى هذا الخطر بكم أريد أشكرك جزيلا شكرا على هذه المداخلة وكل هذه التوضيحات أتمنى في هذا الصباح نكون يعني تحدثنا أكثر خطبنا كمان الأشخاص عرفنا إيش مضار سواء على المستوى الشخصي أو حتى على يعني ما بتكبدو هاي كمان من خسائر مادية وذكرنا في الأساس الخسائر اللي ممكن تكون في حياة وأرواح المواطنين شكرا كتير إليك وانهارك فعيد شكرا كم يعطيكم الأفعال